ترجمة نانسي قنقر وسوف تساعد في تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي التي تتبناها المملكة تكاتف المؤسسات في مملكة البحرين من أجل اقتصاد أفضل وتعاون حكومة مملكة البحرين من خلال طرح المبادرات ذات التاثيرات الفاعلة جاءت بنتائج إيجابية تبرهنها لغة الأرقام بعد الأفعال على أرض الواقع مجلس التنمية الاقتصادية ومن منطلق متابعة وحرص سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على جعل مملكة البحرين قبلة للاستثمارات وبتعاون المجلس مع فريق البحرين نجح في استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 98 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 37 مليون دينار بحريني وهذا الرقم الكبير كان فقط خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري الاستثمارات التي أعلن عنها شاملت 14 شركة عالمية بارزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها حكومة مملكة البحرين في أواخر عام 2021 جاءت كمحرك لكافة الجهود التي أتت في الفترة الزمنية التي تتبعها إذ أطلقت البحرين في ضوء خطة التعافي الاقتصادي استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي 2022-2026 والتي تستند إلى أربع دعائم رئيسية وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين مكانة المملكة العالمية على صعيد المشاركة الإلكترونية في استطلاع الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية إلى جانب تعزيز بنيتها التحتية الرقمية وزيادة فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي ولا يستغرب في أن البحرين أصبحت وجهة ومقرا للعديد من الشركات ومنها المعنية بقطاع التكنولوجيا التي تتخذ من البحرين مقرا للانطلاق بأعمالها في المنطقة مستفيدة من التطوير المستمر للبنية التحتية والأساسات التشرعية لقطاع التكنولوجيا والذي يقع ضمن الأولويات الاستراتيجية للمملكة بالإضافة إلى مساندة فريق البحرين لهذه الشركات من خلال تعزيز المزايا التنفسية التي تجعل البحرين وجهة مثالية للشركات العالمية في قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصالات ترجمة نانسي قنقر